رقم تطور العصر والتكنولوجيا إلا أن شبابنا الكويتي حافظ على حرفة الآباء والأجداد وهي حرفة مهمة اللي هي حرفة القوس وصيد الأسماك والبحث عن اللؤلؤ أكيد هذه فقرتنا اليوم رح نتكلم عنها مع ضيفنا ولكن خنشوف هذا البي سي ونرجع لكم مرساكم الله بخير جميعا اليوم صيد مع يوسف ماجد الماركي توفقنا رسانة ويوسف صدر بكتا والله آه آه عمي لك رس خلاص مثل ما شدتوا معنا مشاهدين أن شبابنا محافظين على حرفة الصيد معنا في هذا الموضوع في رياضة القوس والصيد البحري حمود حامد العجداني يا مساء الخير شكرا وياها مرحبا فيك حمود شكرا في البداية حمود ليش رياضة القوس والصيد ما زالت مستمرة وتعتبر يعني هواية مهمة مثل ما أنت قاعد تمارسها مثل ما توضلت هي هواية أجدادنا والحواية حلوة وايد بحيث أن تحافظ على الكولتر تبع الكويت والشي الثاني أنه منه بالكويت ما أحب البحر فهواية جدا حلوة وفيها متعة وفيها شغف طهبة فيها شغف تستانس عن زين حمود شنو ردك على ما يقولون أن رياض القوس والصيد البحري والبحث عن اللؤلؤ هي رياضة قديمة وشخباري والأمانة الأمانة ما سمعت أحد يقول بس العموم يقول لي شون يبون يتعلمون يبون يدشون فيها ووايد ناس ما شاء الله يزدادون الغواصين من الكويت خصوصا بالصيد السمج فبالعكس ووايد تنشر مو بس بالكويت خليجيا وعالميا اللي هي الحدق عندنا بالكويت لا هي غوص تغوص عشان تصيل وتبحث عن أشياء داخل البحر نعم صح حمود متى اكتشفت نفسك ومتى هذه الهواية صارت معنا أنا أول شيء من وعنا صغير كنت رح شارعي شارعيدي وبلشت خواري نواقتها وشوي شوي من وعنا صغير دشيت بهواية البحر والسباحة بعدها أبوي تعملي نادش نادل يرموك للسباحة حيلا تشيت نادل يرموك وبعدها أهمن كان عمري عشر سنين سنة ألفين تشيت سكوبا دايفين خايت ليسا ادفانس مع الوقت شوي شوي كمل دراسي بأمريكا كملت السباحة بأمريكا فالسباحة هي اللي خلتني هي اللي ساعدتني بالغص يعني رقم دراسك لأن انت ما تخليت عن هواية كنت أسباح كل يوم يعني بشكل يعني سبوعي حوالي وبعد ما رديت عرفت نفسي أنا أحب البحر من أنا صغير وأحب الحداق وقلت خليني أغير شوي وادش بهالهواية اللي شوي شوي قاعد تتطور وقاعد تكون مشهورة عالميا فهذا الشيء فيه هو الحمد لله شنور دود فعل الأهل وياك يعني أغلب الأمهات لا أول جي ويخافهم هو فيه هالشي شوي شوي تعودوا طبعا لازم تمارسين الواحد لما يمارس الهواية لازم يكون معه الذي هو بدي لأننا لما نغوص سمش لا نغوص مع اكسجين بدون اكسجين بدون اكسجين بدون اكسجين شأي بدون اكسجين شؤون بدون اكسجين يعني أخذي يعني يغوص أول يعني يغوص أول على جنور صوت بذن شون يعني الواحد يكتم أنفاته يكتم نفس يكتم نفس عميق بالضبط بالبداية أول هي كل شي يبيل لأ جهد وبيéroكتس Barbari بذن إذا ختنقت ونت داخل شونو تسف الحالة لا يوجد أحد فوقك أن يرى ما يرى. إذا لم يوجد أحد موجود، خلاص. هذه الصدق. من هذا الأمر أكبر أن أحد يغوث مع المساعدة. أن يكون أحد زميلة ويغوث ويرى كل رحضة. حسنًا لو أحد ما يحدث يكون أحد موجود يرى. حسنًا. ما هي الصعوبات والعقوبات التي واجهتك؟ أكيد في البداية واجهتك مواقف وانت تتدرب. ما هي الصعوبات؟ أكثر صعوباتها. لا أستطيع أن أذهب إلى بحر كل يوم. لأنني أعمل بقطع خاص. صعب أن أذهب إلى بحر كل يوم. أكثر من الناس أقول لهم أنني مجالي فقط بحر. هذا فكرة جميلة. أريد أن أفعل شيء، لكن لا أستطيع. ممكن أن نسأل ما تخصصك الثاني غير هوايتك القوص؟ أنا أشتغل في البنك. في البنك؟ يعني أرقام وحسابات. بل بب. أي شنور. فبالويكند أزرق أنزل بحر. ولازم الواحد يتدرب على أساس. لازم يعني يحافظ على الجسم ويحافظ على أكله. هذه هي أساسيات الغوص يعني. هل هناك أوقات معينة للغوص؟ بالكويت هناك أوقات معينة. وفي أماكن معينة. يعني أكثر الغواصين يرون أن يغوصون في جنوب الكويت. ما معنى؟ الماية تكون زرقة. إذا تظهرون مني بحر الديرة مني الشمال، ترون الماية خضرة. الماية شوية بنية. ليس واضحة. نقول دلخة. فمني بالديرة البحر لا ينغوص فيه. ولكن بالجنوب ينغوص فيه. ومتى أيام الغوص فيه أماكن معينة على حسب السمتشة التي ينتقي الغواص بها الهاوية. ليل نهار عادي؟ لا أكثر شيء نهار. وفيه ناس يغوصون ليل جدام الشالي. ما اسمع؟ ظلمة بالليل. ما اسمع؟ بلتريك يغوصون بلتريك. عندهم يعني أدواتهم. هناك أدوات تساعدين على واحد يغوص بالليل. الإنجازات المحلية العالمية والخارجية. وماذا تصل العالميا؟ إن شاء الله. إنجازات محلية. شاركت بطولة الكويت الغوص ثلاث مرات. مرتين طاعت الأول ومرة طاعت الثالث. وشاركت مسابقة سينيار الغوص المحار. أول مرة العام. رقعوا علي. أكترين قالوا تعالوا شاركوا. أنا راح شاركتوا إياهم. والحمد لله حققنا المركز الأول. كان في غواصين من جميع دول الخليج. وناس ما شاء الله متمكنين ومدربين. والحمد لله قدرنا نطلع المركز الأول. كان يعني إكسبرينس وائد حلو. ووايد تعلمت من الإكسبرينس هذا. حلو. بما أنك إنت جربت القوص في أكثر من مكان. يعني شنو المكان اللي حسيت أنك إنت رتحت منه؟ أحلى مكان. يعني أماناً في الكويت أماكن حلوة. بس هماً في أماكن بره يعني غصت بهواي غصت بأمريكا بسنديقا وغصت بأفريقيا. ماذا يختلف بالعالم الزحار تحت؟ اللي يختلف الماي. السمت. نوع السمت اللي موجود. بس أحلى شيء اللي يكون اللي يعني تتعلمين وإنت تتسافرين. إن تكسبين خبرة من الناس اللي تغسينوا إياهم. يعني لما تغسين من ناس من المكسيك ولا من أمريكا ولا من أفريقيا ولا من جنوب أفريقيا ولا من أستراليا. فتكتسبين خبرة واسعة. فالشيء يساعدك أن تتطورين من نفسك. بالعكس هي واية واية حلوة. وأسعي أن أريد أن أكمل هذه السفر وأغوص بماكن متعددة. تكتشف المحيطات والبحار؟ بلعب. إن شاء الله. ماذا قصة كشاف المحار؟ كشاف المحار؟ قصة كشاف المحار. كشاف المحار. هذه يا الله يسلمت. كنت أنا مسابقة سنيار. قالوا لي الفريق تيمة. نحن كنا عشرة أشخاص. كنا مرفوض 11 شخص. لكن واحد ما شاركه لنا فكنا عشرة. قالوا لنا نبي أحد يكون كشاف المحار. أنا ما كنت أدري شونا كشاف المحار حزتها. يعني توني كناول إكسبينيس لي. فقالوا لي إن الواحد يشوف وين القوع الزينة. الأرض الزينة اللي فيها محار وايد. أوكي. فكلهم اختاروني. قلت يا الله أوكي. فبعد ما اختاروني كنت أنا أول واحد هي سنيار. كنا نغوص يومين. أي. كل يوم أربع ساعات. بس كشاف المحار ينزل أول واحد. قبلهم بساعة. عشان نشوف القوع الزينة. والحمد لله توفقنا بالقوع الزينة. ما هي قوع؟ قوع هي الأرض اللي تحت البحر. أوكي. ولي فيها محار. طبعا فيها ماكن ما فيها محار كثرة أماكن ثانية. والحمد لله توفقت وقلت لهم خن قط الباورا وخن يمع محار. والحمد لله. وكانت وائد صعبة. لأن كان الهواء فوق 22 عبدة. أي. ويعني الجو كل ما ساعد. وبالعكس. وكانت خبرة حلوة. حلو. أنزل المحار في لولو؟ يعني تكتشفونها؟ ايه. طبعا. أنا أعرف أول كان يبقونها وكان حتى لدرجة أن يبقونها يبلعونها لهذه الدرجة. يعني الكثير ما هي ثمينة. صح. الآن بعصرنا هذا شنو؟ أتوقع ما يشوفونها شيء؟ لا. نحن خلال يومين أربع ساعات في اليوم قدرنا أن يمع حوالي 11 ألف ونصب محارة. حلو؟ 11 ألف ونصب محارة. 11 ألف ونصب محارة. 11 ألف ونصب محارة. فيهم لولو داخل؟ لا تيكت المشكلة. حلو. لأن شنو بعد ما ردينا كنا تعبانين. كنا مستنسيين أن حققنا المركز الأول. وليهم الوقت. والمحار وزعوا. وزعوا على أهلهم وربعهم. حلو. أنت ولا مرة احتفظت لك مثلا؟ ولا مرة. ولا مرة. حلو. ماذا القيم والخصائص التي يجب أن تتوافر بالشخص الذي يقوص؟ لابد أن يكون جريء. لماذا؟ يجب أن يجب أن يجرأة. نعم، يجب أن يجرأة. لكن ليه جنوب أفريغي قال لي 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 غواص جريء حي عندنا في جنوب أفريغي. مع أن جنوب أفريغي من أحسن غواصين في العالم. لأن الجرأة تجعلهم يفقض نفسه بالماء. تفقض نفسه بالماء. ليس؟ لأن لا تستطع أن تحدى البحر. بعض الأشخاص يمكن الأحدهم. لابد من الأحدهم يستطيع أن تحدون البحر. لازم يأخذ أحيط وحذر. ولكن هل يشعر أن يقلس العائمة؟ للأحصان التي تخلص داخله، ليس يأخذ. لا يقضي وليس يقعد على أبوه أو محارة. ما في سيفتي مثلاً عنده جهاز اكسوجين لا ما في سيفتي كلش غواص غواص ما الأول السيفتي واحد فوق يشوفت يشوف الغواص هذه يعني غواصين يغوصوني بعض ما المانع أنا ألبس اكسوجين وأقوس وأشوف البحر وأتنفس وليش عرضنا نسي للخطر ولا هي ما تتسمى قوس إذا صارت على أهلنا اللي قبل لا بالعكس الغواصي كل كل أنا أحترم جميع نوع الغواص وكل الغواص لفدرتها بس السبير فيشينج بالأخص أحلى لما الشخص يغوص بدونها يعني الشعور لا يوصف أمانة يعني ما قدر أوصف لتياه إلا يعني أنا عندي ليساً سكوبا من يوم عمر 20 سنين بس ما استخدم السكوبا دايفينج بصيد السمت كلش لأن أحسها تفقد لذة القوس ما تتسمى بالضب تفقدين لذة الغواص و يعني يعني أغوص بتانكي وسيط سمتش أنا ضدها الشيء حلو شلون تشوف غبال الشباب على هذه الرياضة عندنا بالكويت أمانة أتمنى الشباب يجربون هاللي ما يجربوه وبالعكس قاعد تزيد مو بس بالكويت بالعالم يعني الناس أنا كل أسبوع عندي ناس تواصلوا يتكلموا وين وين أقدر أدرب وشون أقدر أسوي فيه ماشاء الله مدربين زينين من الكويت والخريج موجودين يقدرون يعني دورة توقع تكلف 100 دينار وشيء شذي حق السبوع كامل ففيه شباب ما شاء الله يقعد يدربون بالكويت يعني الأمانة كل الشكر لك وعلى وجودك معنا وعلى المعلومات اللي أعطتنا ياها دخلتنا عالم البحار فعلا كلمة أخيرة حاب توجهها لمشاهدين أو مثلا اللي حاب يجرب القوص والله أنا كلمة أخيرة أود نسغ منتخب حق منتخب الكويت لأن رياضة الخوص حلوة تشمل الرماية وتشمل السباحة رياضتين برياضة واحدة حلو فودي أن نكون منتخب لأن أنا صديق برازيلي متصل عليه من البرتغال قال لي أشارك مسابقة البرتغال كاس العالم البرتغال للغوص والصيد بالسمج بس قلت له الأمانة ما نقدر لأنا ما عندنا منتخب فإن شاء الله نشوف شو نقدر نسوي مع شباب رياضة إننا نقدر نكون لنا منتخب ونقدر نمثل ديرتنا إن شاء الله يا رب تحققون هذا الشيء اللي أنتو تابونا كل الشكر لك حمود حامد العجلال على وجودك معنا شكرا ومشاهدين أكيد مستمرين معاكم ولكن فاسم منتخبه شكرا